ارحمونا بقى ده مجرد تمثيل مسلسل جعفر العمدة قالب الدنيا ومعظم الوطن العربي دلوقتي بيتابعوا والناس متأثرة بيه وبأحداثه زيادة عن اللزوم باعتباره أحسن مسلسل في الموسم الرمضاني لرمضان عشرين تلاتة وعشرين لدرجة ان الفنانة جوري بكر اللي بتقوم بدور وداد جالها رسائل تهديد وشتايم كتير وعملت بوست وقالت كفاية شتايم يا ناس أنا تأثرت نفسيا أنا وعلتي اللي بيحصل ده تمثيل مش حقيقي الموضوع سبب لي مشاكل كتير الفنان منذ رايحانة كمان أخذ من الحب جانب وخذ نصيبه من الشتايم بسبب دوره في المسلسل شوقي فتح الله وده أكبر دليل ان المسلسل محقق شعبية كبيرة بالرغب من تفاوت الأراء حوالين شخصية بطل العمل محمد رمضان اللي المعظم بيشوفوا أفلامه بتنقل صورة غير حضرية عن مصر وابتدعوا للبلطجاء والشغب مسلسل جعفر العمدة هو المسلسل الأكثر مشاهدة في الموسم الرمضاني لرمضان عشرين تلاتة وعشرين من بطولة محمد رمضان وهلا صدقي صفصف واحمد داش ومن فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كالساب ومن إخراج محمد سامي وانت بقى قولي في التعليقات ايه رأيك في مسلسل جعفر العمدة ترجمة نانسي قنقر